دكتور نروح للحوار الوطني يعني أنا عايز أعرف بقى يعني مثلا إحنا سمعنا من فترة اللي فاتت من كام سنة قالوا إن البيت اللي هيزود عن طفلين اللي هم الجداد بقى يعني المتجاوزين جداد إن أنت كبيرك طفلين غير كده لا أنا عقبك زي بلاد برضو كتير وده على فكرة صح إحنا بناخد الخبرات الصحة اللي البلاد قامت إزاي فإحنا بنستشف منها الخبرة الحلوة طيب هل نحرمهم من التأمين هل هحرمهم أن يدخل ابنه التالت ده مدرسة حكومية فهي بيعمل عبق على الحكومة يعني لازم يبقى فيه رضع للأسرة العشوائية يعني أنت مش هتسمح الكلام لا أنا هعقبك زي الأب الكبير كده الأب الكبير كده لما بيلاقي ابنه ما بيسمحش كلام بيه عقبه على فكرة إحنا محتاجين للعقاب يا دكتور عشان نمشي صح أنا ديت مثلا حنيينة أوسة إيمان إيه حنيينة أوسة إيمان بس يعني إحنا كلنا عايزين نقوم بقى يعني عايزين بلدنا دي تبقى أحسن بلد في العالم طيب أنا أقول لحضرتك تدخلين فيما يتعلق بيعني العقوبات أو الرضع زي ما هناك تخوف من استخدام الفلسفة دي بنسبة وإزاي نستخدم فلسفة محفزة لتحديد مرات الإنجاب يعني ده مش معناه إن إحنا ما نشجعش على تحديد مرات الإنجاب تخوف إنك لما تمنعي الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة عن الطفل الثالث يزداد عدد المتسربين يزداد عدد الأميين يزداد عدد الأطفال ضعيف الصحة ضعيف القدرة على التحصيل وده يسوي أو يضعف حالة الفصائص السكرية عندك الحل إيه طيب نعمل إيه إزاي يكون للدولة رسالة فيها خدمات تعليمية وصحية ومشورة طبية واضحة وسهلة للناس بالإضافة إنها تشجع على مفهوم أسرة صغيرة تسوي حياة أفضل الدولة مثلا عليها التزام بتعليم مواطنية لغاية فترة التعليم الأساسي التعليم الأساسي هو الإبتدائي والإعدادي تمام ممكن أقول إن مثلا الأسرة الصغيرة اللي هي طفلين أنا ممكن أدي مجانية تعليم في التعليم الجامعي أحفظهم يعني لأن دي مش أنت معك طفلين أنا ممكن أوصلك لغاية الجامعة لأن التعليم الجامعي المفروض إنه هو خارج الحماية الاجتماعي الأصل في الدولة إنها تضمن تعليم حتى العددية لكن أنا بقول لو أنت حفظتي أو الأسرة لأنه كمان مش عايزين نخاطب الستات بس نخاطب الستات ورجالنا لأن قرار الإنجاب هو مش قرار الست بس هي بتبان قدامنا لأنها بتبهيها اللي حامل وبتولد إنه قرار لكن قرار الراجل لكن هو قرار الراجل من لي يعني وقرار ثقافة الزكورية اللي هي تعزز فكرة إن الإنجاب عزوة ورجولة وفحولة لكن خلينا نرجع تاني للإحنا ممكن نجي محفزات إيجابية للأسرة الصغيرة خارج مجال الحماية الاجتماعية أو التزامات الدولة بحدود الحماية الاجتماعية لأن إحنا كمان يهمنا أن أولادنا تتعلم بلد النظر بقى يهمنا أن أولادنا تتعلم طالما جيه تحسب عليك يعني الشطارة عندنا أو من النجاح لسياسات تحديد مرات الإنجاب هي إنها تضمن إن المواطنين يكونوا داعمين لقراراتك مش مناهضين لها مش متهربين منها مش ملتفين عليها وده محتاج مننا أن إحنا نختار قرارات تبدو محفزة للناس أممكن أدي مجانية في التعليم الجميع للأسرة الصغيرة تسوي حياة أفضل ويبدأ شعار الدولة ممكن أدي أولوية لتعيين لأجهزة الدولة خاصة في المحافظات الأعلى إنجابا للأسرة الصغيرة ممكن أدي أولوية وتيسير في القروض والشمول المالي والميزات الخاصة بالمبادرات الرئاسية والمرامج الحكومية لأسرة صغيرة تسوي حياة أفضل أخديهم جواز أنت تمامي أنت عامل أسرة صغيرة كفاية طفلين حاجات تحفيزية أنت من حقك تاخد كارد لكن أنت أربع خمس ساعة إلا مش من حقك فهيبتدي الناس تفهم أن أنا لي مزايا من المصوغات التي تحسن فرص الناس للحصول على مرافق المحافظات للحصول على منح أو تعليم جماعي وفوق الجماعي يعني ليه تبقى زي ما أنت لازم يكون عندك مثلا صحيفة جنائية سليمة يبقى واحد فيها أنك تكون قصة صغيرة تسوي حياة أفضل يعني تبقى من مصوغات تطويق التسكية لامتيازات ممكن تكون موجودة طب أنا السنين اللي فاتت دي حصل قوافل كتيرة جدا للصعيد وجميع المحافظات قوافل بتروح للستات لغاية باب البيت يعني أنا شفت ده خبطوا على البمان وتعالي إحنا نفهمك إزاي أفضل وسيلة لتحديد الناس عندك كم سنة جسمك إيه صحتك إيه طب يعني نعمل أكتر من كده يعني راحوا لغاية باب البيت وبيقولنا تعالي يا حبيبتي فهمك هتعيش يعيش سعيدة إزاي أنا هقولك حكتين له طب أولا خلينا نعيد معلومة يعني حملات ترك الأبواب اللي أنا بسمعانها دي كتير خلينا نعيد معلومة قلناها في الأول علشان مش يعني تبقى واضحة في ذهننا وتبقى فضوءها قادرين نعمل تدخلات هل المصريين مرات إن جابوا مش تحت السيطرة وفقا للإحصاءات هي تحت السيطرة زي ما قلت لحضرتك هل إحنا مش محتاجين نبذل جهد أكتر محتاجين نبذل جهد أكتر عشان نوصل للعدد اللي نسبنا خلاص لكن هل أنت بتقلي بتقلي نحس أنك بتقلي أنت بتقلي وفقا للأرقام الألالان ده أو نسبة التحجيم ده لازالت ما هياش اللي عملالك الساتسفاكشن مش عملالك الرضا على عدد الناس طيب لازم نعترف بحاجة أولا العمل على ملف القضايا السكانية شهد تزبزوبات من الدولة المصرية وما كانش دايما محل استدامة في العمل عليه يعني أفضل فترات كنت شغالة فيها على القضايا السكانية هي فترة التسعينات وبداية الألفنات اللي كنت شقدرت توصلي فيها لتنين بوينت وان مش دلوقتي بوينت ايت لا تنين بوينت وان يعني أغلبية الكاسحة كانت طفلين من الأسرة المصرية